طبعاً هنا مع الصحفي عبدالعزيز بن عمر حول موضوع جدلي وشائك أصدقائي بطبيعة الحال لكنه جوهري جداً للسعادة الزوجية وهو استقلالية المرأة وأيضاً يعني منافسة المرأة للرجل هل نجاح يهدد نجاحه وما إلى ذلك كل هذه التفاصيل طبعاً بداية حلقتنا ستكون بهذا النقاش الحامي طبعاً وبرجعلك مرة ثانية عبدالعزيز صباح الخير أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً محمد نحن من قبل يعني الكواليس وقعدين عم نتناقش بهذا الموضوع لأنه فعلاً موضوع كتير يعني خلينا نقول يمكن يمكنها بهدد خلينا نقول نجاح الزوج يعني أو نجاح الرجل هل أنت بتشوف هذا الشيء هيك من يعني من اطلاعك ومن تجربتك بأنه نجاح المرأة في عملها هل بيهدد نجاح الرجل ولا لا صراحة هو يهدد ولا يهدد كيف يعني يهدد إذا نظرنا إلى الأمر من وجهة نظر تقليدية بين قوسين شرقية مثل ما يشاع عنها حالياً في الإعلام يشاع عن نظرة الرجل الشرقي يمثل الرجل الشرقي في السينما وفي التلفزيون وفي الإعلام عموماً على أنه رجل سيد يعني على أنه المتحكم في كل تفاصيل الحياة الزوجية أنه هو الذي يقرر ويشير لكن مع تطور الزمن وتغير الأمور الكثيرة وتغير العديد من الأنماء والصور النمطية في المجتمع العربي طبعاً تغيرت الأفكار وتغيرت التصورات فصار الآن نحن نتقبل أكثر أو نناقش أكثر موضوع التشاركي موضوع التكامل بين الرجل والمرأة صراحة نقاش هذا أنا أراه نقاشاً صحياً جداً يضع الإصبع على الجرح ويعالج الموضوع من وجهة نظر منطقية من وجهة نظر تكاملية المستفيد منها في الأخير هو المجتمع وهي الأسرة إذن يؤثر هذا الأمر على صورة الزوج إذا كان الزوج يفكر بتفكير تقليدي هذا ما وجدنا عليه أباءنا لكن إذا فكرنا التفكير منطقي يضع العادات والتقاليد في المرتبة الثانية يضع العادات والتقاليد في المرتبة الثانية ويقدم عليها المنطق ومصلحة المجتمع فأعتقد أنه لا يهدد أي شيء بالعكس هذا يساعد الرجل حلو جميل خلينا نقول فكرة إيجابية من الرجل بخصوص هذا الموضوع يعني عبد العزيز لكن أنا معلش أسألك سؤال شخصي بما أنه قبل الكواليس كنا عم نحكي على نقطة أنه أنت حضرتك بتحب الأكل كتير كمال كثير من الرجال بتحب الصفرة تكون جاهزة بس لا يكون هو جاي من العمل هذا أنت يعني أفصحت اللي فيه قبل الهوى فحكي لي هون يعني يا عبد العزيز ما كتبت الدائم مثلا كانت تجي المرأة إلى المنزل وهي منهكة ببعض الأحيان ممكن ما بتلحق يعني ما فينا ننكر أنه بنهاية هي إنسان وممكن أن تتوازن بين الفينة والأخرى ولكن ما بالضرورة دائما أن تكون الأمور تمام تمام وعالعال فأخبرنا كيف تتعامل كتب بهاي النقطة وبهاي الخصوص طبعا الحالة المثالية لا يمكن في نهاية أن نصل إليها حتى لو كانت المرأة 24 ساعة على 24 ساعة في الفين الكمال لله سبحانه وتعالى هذا أولا ثانيا الأمر الثاني أن هذه الأمور لا تقاس برضى الزوج فقط أو رضى الزوجة فقط إنما هذه الأمور يوصل إليها بعد اتفاق بين الزوجين يعني حينما تقرر زوجتي أن تعمل مثلا أو تخرج ببيتها وانتقضي نصف وقتها اليومي خارج بيتها طبعا يكون بالاتفاق وبالتشاور مع زوجها شريك حياتها في نهاية هذا الاتفاق سيفضي إلى التنازل بعض التنازلات في الأمور اليومية البسيطة أنك إذا جئت على البيت وما لقيت صفرة جاهزة ولم تجد ما تشتهيه من الأكل فلا يمكن أن يغضبك هذا لأنك أنت اتفقت مع زوجتيك وتنزلت عن هذه الأمور فأعتقد من النحية العقلية المنطقية أن يتقبل الزوج هذا وإذا لم يصدت عنه فبيت أقلم إذا ما تقبل بيت أقلم نهاية الأمر هذه الأمور فعلا هي بتؤدي للسعادة الزوجية سأكمل معك الحديث عبدالله عزيز أكيد